اشتركوا في القناة 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 بس ما بتعرف إنه القنين المختومة كل قنينة حق قليرة ونحنا أربع تون فص بالبيت أو بالأحرى ستة نسيتك يا أستاذ بعرف مثل عادة ست ليرات مي بنهار يعني دخليك روقي شوية وحاش تحسب حسابات نسوانية ست ليرات ندفعوا نحق مي كل يوم لنشرب ونضل بصحة كويسة مش أحسن ما نحط قدهم عشر مرات للحكيم لو شربنا من ميت البيت بعدين روقي روقي شوية أنت حكيتي وما قطعتي كعمل لي معروف سمعي شوية أنا كفي تفضل قصة السوبر ماركت يمكن معك فيها شوية حق بس ما بتشوفي كمان إنه الروحة عى السوبر ماركت والمشترة من السوبر ماركت فيها شوية توفير بتوفر ربع ليرة بهالغرض وبتجيبها عشرة مش عايزهم لك تقبر القلي يا مرالو ما بيسوى الواحد يغير شي مرة على درسه إذا بتعمل حسابك شو منصرف على بطننا بتلاقي إنه ما عاش أكتار من نصف الشهر الناس تقبرني ما بيعرفوا شو عمناكون طبعا بيعرفوا بس شو عبتلبسي مش هيدا قصد المحاضرة من الأول للإخير إيه أنت بدك تلاقي شي تتحط الحق علي ما عندك أربع أولاد بدك يهون يدلش رشيح أبدا أبدا أنا هيك أبدي عوزوا بالله أنا أبدي العكس تماما بعدين كل الناس صار عندهم سيارات إلا نحنا نزلي مصاريف بدون طعمي ما فكرت توفير تتطلع سيارة ولو عتيقة أهى تقبري قلبي يتقبريني ولو شو معز بحالي كل هالمحاضرة الطويلة العريضة نشفت ريئك وأنت عبتحكي أول من الأول بدك سيارة إيه لازم لنا سيارة كل أهلنا وأصحابنا ومعرفنا يلي بيطلعوا قدمة بالطيليع عندهم سيارة واثنين هلا اللي عم تحكي عنهم بدي أسألك سؤال وأنت بعرفك مرة منطقية أحياناً وبالمناسبات والأعياد الرسمية آآ طريقة كسبهم للمصاري متل طريقتنا مش فارقة معي لا لازم تفرقوا معيك لأنه يا ستنا مش المهم الإنسان يطلع مصاري المهم الطريقة اللي بيطلع فيها مصاري أنا لو بدي أتصرف متل ما أتصرف غيري بها الأربعة سنين خمسة سنين الحرب كان معي مصاري أكتر ما معهم لأني أنا على الأقل أزكى منهم بقدر أشفت بس بطريقة مرتبة بس أنا مني من هالصنف وما بريد كمان عائلتي تكون كلها من هالصنف إيه الله يخليك إذا بدك تضل بها العقلات بتضل كل حياتك فقير ها ها وش بوكوا قبل هالضاو بستحلي شوفك وش مرة عم تتحدث ومش عم تتخانقوا نحنا مش عم نتخانق يا أستاذ هادي أول شي يسعد لي صباحك تاني شي عم نتحدث تعرف بس أمتين أمك عالي لا شو أمتين بايك شو بيشكي تقبرني إيه بابا هاتنا شوف شو أخبارك خبرني إذا معدل هالشهر بيكون سابعة تعمل البدية؟ طبعا أولا أولا يا عزيزي ويا صديقي هادي في اعتراض أساسي عكلامك بابا أنت عم تدرس لترضيني شخصيا؟ لازم قللك لأ لأ لازم تقتنع إنه لأ لأن الدرس بابا بينفعك وإذا نجحت بمدرستك بتنجح أنت مش أنا إيه دخلك طول بيلك شوي قبل ما تحكوا بالمعدلات والعلامات بتعرف شو في اليوم؟ خير شو في؟ عم بيقولوا إنه الأساسيزي قرروا الإضراب حتى يعطوهم مطاليبهم وإضراب مفتوح جمعة جمعتين شهر شهران مين بيعرف؟ يمكن لآخر السنة لك أي مطاليب؟ لك يا عمي كأهل من جهتنا دفعنا كل الزوديات اللي طلبوا منا مش متذكر إلا كل مرة بيطلبوا زودي ومنروح أبداً بكامل وعنا وبكامل رضانة وبندفع دخلك بدي أعرف وين عبروحوا المدارس بها الزوديات شو بيعرفني؟ سأل المدارس سأل مدر المدارس وأصحاب المدارس يلي ما عندهم شغلة وعملة غير يكفوا علينا بالمرة لو بيشرفيك هيدا بلد؟ لو كل واحد فلتان على زوقه ونيزل شلخ بالتاني؟ معقولي هيدا؟ لو ما في حدا نحاسب ما في حدا نسأل؟ ولكن اللي بيقهر أكتر من هيك بتحس على إنه الإضراب مدوزان مدوزان؟ كيف مدوزان يعني؟ يعني الزاهر متفقين الأسادسي مع المدارس إنه يقضربوا من بعد ما يقبضوا القسط الثالث حياتي والله صحيح يا عمي مرات النسوين بيشوفوا شغلات نحنا ما نشوفها داخلي كل الناس مظبوط دفعت القسط الثالث وصاروا المصريات بيجيوا بالمدارس طبعا أها وش فارقة عندهم هلأ اندرسوا الولاد أو ما درسوا؟ أكيد طيب هلأ بابا عن جد اجلت لك سبعة تعملي البدية؟ لك يا عمي واللي بدك تقلي عنه شو هو تفضل؟ أولا كل رفقاتي بالمدارسة أهلا بيعطيوهم البدن ياه ونحنا عم نعطيك البدك ياه بس بدومن إمكانياتنا تقبرني في شي ناقص عليك كل شي بتطلبو بيحضر الحق على أمك هي النزعتكم ليش حضرتك مش نزعون؟ تقبرني روقي شوية انتي بالزمان ضلت هتيهم وتقليلون لولاديك يا عمي لما نحنا كنا بعمركم كانوا يعطونا ليرة ونصرفها كل الجمعة وبعدك لحد هلأ تقبريني انتي كمان وحضرتك الخمس اللي راتما بتهدي خمس دقايق معك اسطفل منك إلو الله يخليك بابا وحيتك رح يجب سبعة قرب أنا بتقليك قرب بدي واشو شاك شو؟ شو بدك تقول؟ بدي بوسك إيه هلأ بيجبلو لبدو إيه؟ إه إذا هيك جربي انتي كمان وبوسيني استحي بقى قديم لولاد أهلا 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 بالست هندا بابا ما قاتلك لماما شي؟ يا عمي الماما قالتلي إشا كتير كتير أي واحد منهم بيخصيك؟ ما قاتلك شي عن الجينز؟ نعم جينز؟ أي جينز؟ طلع بيلي اشتري الجينز اه حاضر تحت أمرك تحت أمرك يا ست هندا بس شو رأيك نخلينا نخلص هلأ من هذي؟ شو طلباتك يا استاذ هذي؟ أولا زياد بيو جاب له متوسيكل ثانيا فادي جاب له بيو سيارة صغيرة ثالثا جوجو جاب له بيو بيشكلات المقصود يا رابعا حاجة تلفو الدور وقلي شو بدك؟ بدي بيسكلات أقول بيسكلات جوجو بارحة مقلو يعطيني دار ما كان يعطيني لك يا بابا هلأ مش وقت بيسكلاتات هلأ وقت مدرسة أنا شو بديركب عليها بالصف؟ بس خلص درسة بدل ما أخرب البيت للماء بتصلى فيها قدام البيت وصلنا لك هلأ مش رح نبحث يا هادي أنا وياك بالبيسكلات لعشر أسباب أولاً أولاً ما في مصاري والأسباب التسعة الباقي تقبرني مش مهمة إطلاقاً ولو يا بابا الله يخليك الله يخليك قبل البسكلات في مليون قصة تانية أهم طبعاً طبعاً السيارة لأمك مثلاً نعم السيارة ما تنسى الجنس كمان بدك جيب لي السيارة للماما؟ نعم نعم وشو ياللي غير لك فكرك فجأة؟ لغير لي يا ستة فكري فجأة رح جيبليك سيارة لحضرتك وجيب له هادي بسكلات وبأربع دوليب كمان وجيب لهنا ده جينز وموتوسيكل هيك بلكي بتصيروا تسقوهم وبتبطلوا تسقوني إلي أنا وهالبرنامج اللي سمعتو بقدموا البابا والماما وأختي ومحسوبكن أنا والإخراج لعمر الزين اشتركوا في القناة